بسم الله الرحمن الرحيم حباب الشطار شطار الصف السادس الابتدائي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على قناتكم ابراهيم علي النهاردة باذن الله هنكمل مع بعض كده باقي دروس مادة المهارات المهنية لسنة ستة ودرسنا النهاردة هو الموضوع العاشر في المحور الثالث اللي بيكلمنا عن المستكشف النشط وطبعا طالما درس مستكشف نشط احنا متعودين ان بيكون في احد الشخصيات شخصية النهاردة ممرضة اسمها ايه؟ اسمها روزم مورتن مين هي السيدة روزم مورتن؟ ممرضة بتعمل بقسم الجراحة في احد مستشفيات الولايات المتحدة ايه اول حاجة تعرفها عنها ان هي كانت ممرضة تمام؟ كانت شغالة في قسم ايه؟ في قسم الجراحة فين؟ في الولايات المتحدة او في مستشفى من مستشفيات الولايات المتحدة الامريكية كمان كانت بتشتغل مستكشفة لدى منظمة ناشنل انجي جرافيك كانت تقوم بتصوير حياتها كممرضة خلال فترة أو خلال جائحة كورونا فاكرين جائحة كورونا سنة 2020 دي كانت ممرضة في الفترة دي وكانت بتصور حياتها كممرضة خلال الفترة دي وسقط الصور اللي قامت بالتقاطها الصور اللي هي صورتها خلال جائحة كورونا ايه بقى اجراءات السلامة المتبعة ومعدات الوقاية الشخصية معدات الوقاية الشخصية اللي هي الماسكو والكمامة الجوانتيات الطبية الحاجات دي كلها الكحول الحاجات دي كنا بنسميها معدات الوقاية الشخصية فهي من خلال الصور اللي كانت بتصورها كانت بتوسق حياتها خلال جائحة كورونا وازاي بتعمل اجراءات السلامة المتبعة وإيه هي معدات الوقاية الشخصية اللي كان العاملون في مجال الرعاية الصحية أو الطبية بيستخدموها عشان يمنعوا انتشار الفيروس طيب كمان وصقت إيه من خلال التصوير بتاعها اتباع الإجراءات الاحترازية في المستشفيات اللي هي أن الناس ترتدي كمامة ترتبي تلبس نظارات وقية أو قفازات اللي هي الجوانتيات اللي في الإيد فدي كانت الإجراءات الاحترازية فاكرين طبعا الإجراءات الاحترازية كنا بنقول محدش يسلم بالإيد كلنا نلبس كمامات كلنا نلبس نظارات واقية نلبس جوانتيات في إيدينا ما حدش يتنفس في وش حد يبعد يبقى في مسافة كافية بيننا وبين الناس نخسل إيدينا باستمرار لمدة مش هايف كم ديجئة كل الإجراءات اللي احنا كنا ماشيين عليها في الفترة دي وده من خلال هي تحذيرها وتوسقها ونشرها للإجراءات الاحترازية ديت أدى ده إلى الحد أو التقليل من انتشار الوباء التقليل من انتشار الوباء كانت تعمل السيدة مورتن في قسم إيه أي وفق قسم الجراحة زي ما احنا قلنا في الأول في أحد مستشفات الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تختص برعاية المرضى الذين يعانون من إصابات أو حالات مرضية تتطلب تدخل جراحي يعني هي عشان كانت في قسم الجراحة فكانت مهتمية بالمرضى أو بالناس اللي عندهم عمليات جراحية أو مشاكل جراحية وده كان بيخليها تتأكد من توفر كل ما يحتاج إليه الفريق الجراحي أثناء الجراحة أي دكاترة طبعاً اللي بخش تعمل عملات جراحية فكانت هي تبقى مهتمية أن هي تاخد بالها أن كل أي حاجة هما محتاجينها من الدكاترة كانت لازم تبقى مفراها باستمرار عشان ما فيش حاجة تتعطل من العملات الجراحية اللي كانت بتحصل فدي الحاجات الشخصية اللي لازم نعرفها عن روزو مورتن طيب روزو مورتن والشباب قامت بتوعية الشباب ومساعدتهم على اتباع نمط حياة سليم وصحي من خلال إيه كانت بتساعدهم طبعاً هي كانت بتصور طبعاً زي ما احنا قلنا في الأول فكانت بتوعي الناس أو الشباب خصيصاً يعني أن هما كانوا بيختاروا أطعمة تخليهم يختاروا أطعمة مغزية أطعمة صحية مغزية لازم أن هما ياخدوا وقت كافي من النوم بتاعهم ما ينامش عدد ساعات قليل لازم ينام عدد ساعات كافي ومارسة الرياضة بانتظام طبعاً ده شيء مهم جداً عشان تبقى عندك تتبع نمط حياة سليم وصحي تاخد أطعمة صحية ومغزية تاخد وقتك كفاية من النوم تمارس الرياضة بانتظام البقاء على تواصل مع أفراد الأسرة والعائلة دايماً تبقى ما تبقاش منعازل عن الأسرة بتاعتك والعيلة بتاعتك لازم تبقى في تواصل معهم طب مهنة التمريد عموماً مهنة التمريد في أي مستشفى الممردين اللي احنا بنشوفهم في المستشفى دي مهنة أساسية في أي مستشفى ما ينفعش مستشفى يبقى ما ينفعش ممردين يعني زي دا كاترة ما ينفعش مستشفى فيه دا كاترة في نفس الوقت ما ينفعش مستشفى ما يبقاش فيها ممرد يتلقى العاملون في مجال التمريد تدريب لكي يتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية للأفراد يبقى أول حاجة بيبقوا لازم عارفينها أن هما بيتدربوا على تقديم الإسعافات الأولية للأفراد اللي هما بيعانوا من حالات طبية طرقة من بينها بقى النوبات القلبية، السكتات الدماغية، الكسور، الألم، الجروح الخطيرة كل الحاجات ديتهم لازم يبقى عندهم تدريب أو عندهم متعلمين الحاجات دي كويس جدا في الكليات اللي هما بيخلصوها أو المعاهد على حسب وبيبقوا أخدين تدريبات كويسة جدا ومهمة جدا عشان يقدروا يتعاملوا مع الحالات الطبية الطرقة اللي زي دي يحرص الممردون في المقام الأول على تقديم الرعاية للأشخاص الذين يحتاجون إليها فطبعا هما بيقدي بيبقى مهتم جدا بالمريض والدكتور بيكشف ويمشي ويقول له لو عمله له كذا وكذا وكذا وهو اللي بيكمل بعد كده الممرد فلازم هما يبقى عندهم رعاية بالأشخاص اللي بيحتاجين رعاية طبعا يؤدي الممردون عملا قيما ويقدمون إسهامات عظيمة للمجتمع طبعا هي المهنة مهنة عظيمة زيها زي مهنة الدكاترة طبعا ماينفعش ان احنا في المجتمع نعيش من غيرها وإلا هتبقى كارسة يعني فلازم هما من الحاجات الأساسية في أي مستشفى يحظى العاملون في مجال التمريد بتقدير كبير لجهدهم في رعاية المرضى طبعا فدي مهنة التمريد طيب التخصصات المختلفة في مجال التمريد عندنا تخصصات كتير في مجال التمريد في ممرض في غرفة الطارق ده نوع وفي ممرض في قسم الجراحة ده نوع تاني الممرضين اللي موجودين في غرف الطارق الطارق دي اللي هي حاجات الحرجة اللي ده ليس حدثة مثلا لسه حصلة على الطريق فده جده حاجة طرقة فبيخشوا على قسم الطارق على طول لحد ما يعرفوا هم عندهم ايه وبعدين بيحاولوهم على قسم التانية أو ينعشوهم الأول في قسم الطارق وبعدين بيحاولوهم يقومون برعاية الأشخاص الذين يحتاجون إلى إسعافات أولية أو عناية فورية يعني حاجة مستعجلة دلوقتي لازم تحصل ممكن يعملوا عملية في وقتها لو أضطر الأمر يعني بسبب التعرض لإصابة أو إصابتهم المرضية يعملهم على طباء لتحديد ما إذا كان يمكن علاج المشكلة سريعا أما إنها تتطلب مزيد من العناية المركزة تخش بقى عناية مركزة هتتنقل لإسم القسم تاني في المستشفى أي حاجة فهم دايما بيبؤيدهم بإيد الدكاترة ممرض قسم الجراحة طبعا بيقومون بالتأكد من وجود كل ما يحتاج إليه الفريق الجراحي أثناء الجراحة طبعا دا كانت شغلانة أصلا السيدة مورتن طيب العمل كممرض مساعد لجراحة يتطلب تجهيز المعدات والأدوات أثناء الجراحة وإعطاءها إلى الجراحين خلال الجراحة عملات الجراحية طبعا بتشوفه في المسلسلات والأفلام بيبقى الدكتور شغال وبيفتح في الجرح ويوقف وراء الممرضين بيناولوا المعدات بيناولوا القطن الشاشر أي حاجة محتاجها كل المعدات والأدوات بيبقوا هم وقفين ومجهزينها من قبل العملية ومعقمنها وبعدين بيبدأوا يناولوا أو يساعدوا الدكاترة بيها وبكده خلص درسنا درس بسيط وسهل وده كده هيكون آخر درس من دروس مادة المهارات المهنية لشهر مارس بعد كده إن شاء الله هنبدأ في منهج شهر إبريل وهقرأ لكم كم سؤال دول وهستنى بينكم الإجابات بتاعتهم تحت الفيديو أو في منتدى اليوتيوب أو على الفيسبوك ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة تعمل السيدة مورتين كممرضة لدى إحدى مستشفيات إنجلترا صح ولا غلط وصقت مورتين إجراءات السلامة خلال جائحة كورونا عن طريق الأفلام الوسائقية صح ولا غلط اتباع الإجراءات الاحترازية ساعد على الحد من انتشار الوباء صح ولا غلط ممرض قسم الجراحة يختص برعاية الحالات التي تتطلب ددخل جراحيا صح ولا غلط اتباع نمط حياة صحية تطلب النوم لمدة قصيرة صح ولا غلط وكده انتهينا من فيديو النهاردة أتمنى لكم التوفيق واستنونا إن شاء الله في الفيديو اللي جاي باي باي